اهلا وسهلا كله بسمعني معكم لسه صفاء من قناتي تيوكل بسمعني الاول مرة عجل الفيديو ما ينسى اشترك وفعلنا الجرس تعبير عن دور العلم والعقل في مشروع الاصلاح يعد مشروع الاصلاح من اهم المشاريع اللي يتسع الى تحسين الواقع وتطويري في شفة المجالات ويعتبر العلم والعقل عنصرين اساسيين في تحقيق هذا المشروع نقدم العرض يلعب العلم والعقل دورا هما في فهم الواقع وتحليلي وتحديد المشكلات والعقبات ووضع الحلول هنتكلم على العلم والعقل ودورهما في مشروع الاصلاح يوفر العلم المعرفة والفهم الذي يساعد على المعرفة والفهم التي تساعد على التي تساعد المعرفة والفهم التي تساعد على تحديد المشكلات والعقبات وكذلك فهم العوامل المؤثرة على الواقع سواء كانت ثقافية او اجتماعية او اقتصادية او سياسية كذلك يوفر العلم الادوات والتقنيات اللازمة لتنفيذ مشاريع الاصلاح فعلى سبيل المثال يمكن استخدام التكنولوجيا الحديثة في مجالات التعليم والصحة والبيئة لتحسين الخدمات المقدمة للمجتمع وبالاضافة الى نشر الوعي باهمية العلم وضرورته واثارة النقاش حول القضايا المختلفة واما العقل ذكرنا هنا في البداية الان وبعدين العقل واما العقل فهو يساعد فهو يساعد على التفكير النقدي وتحليل المعلومات بشكل موضوعي وللدعوة واتخاذ القرارات الرشيدة بناء على المعلومات التحليلات المتاحة اضع نقطة انتهيت من العرض الخاتمة يعد العلم والعقل وعنصرين اساسين في تحقيق مشروع الاصلاح فلن يمكن تحقيق اي اصلاح حقيقي دون الاعتماد على المعرفة والفهم الذي يوفره العلم ودون استخدام العقل في التفكير والابدع التحليل من الموضوع اضع نقطة التحليل يبدأ بفارغة ينتهي بنقطة انتزم بعلمات الترقين تتزم بمقدمة وعرض وخاتب اشكركم على حسن الاستماع دمتم في عائلة الله السلام عليكم ومهما تلاي بركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة